بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حباب قلب مرفت يا رب بتكونوا في احسن صحة واحسن حالة صحية الصبح بدري كده على طول غسلت سناني وتوضيت وحصل لي ركعتين كده ايه طبعا دول مش ركعتين الفجر لأ دول ركعتين اضحى كده تمام خلصت كده صلى والحمد لله والشكر لله وبروأ بس السرير بسرعة كده يعني بفرد الملاية مكان ما كنت نايم تمام وهندخل على المطبخ على طول هنسمي اللي ايه انا هفتر ايه انا معي البسكويت دوت علشان شفان وانا عامل رجيم علشان ظهري اه نفسي خس والدكتور قال لي لازم تخسي فهفتر ايه مش هفتر البك وكله يعني هاخد هو اربعة هاخد اتنين مع كبات الشاي باللبن دي مش عليها والله ولا تنتوفت سكر تمام فترته والحمد لله والشكر لله هعمل بقى القهوة علشان اقدر اتحرك علشان يعني الواحد بيبقى بقى نشيط وما بيصحاش غير بعد اللي نسكى فيه والشاي باللبن والقهوة والحاجات دي هنصب بقى الفنجان المتين ده وهاشربه وهرجع لكو تاني معنا يوم من الصبح الحد بالليل يوم لذيذ اكل كده نوعين نوع رجيم ونوع عادي يلا هنشرب القهوة وارجع لكو على طول نستعين بالله ونبدأ بقى في الروتين بتاعنا شايفين القهوة حلوة ورحتها حلوة ومظبوطة تمام يلا نشرب القهوة ونرجع تاني بصوا بقى انا ابني في الجيش ومسافر النهارده يا رب يحفظه ويحرصه وهو وكل شباب المسلمين جميعا يا رب وغير المسلمين يعني ربنا يحفظ كل شباب كل شبابنا تمام فهو بقى ايه بعمله الستريبس دوت وبطاطس محمر تمام وانا بقى عشان عامل رجيم هعمل نفسي اكل تاني خالص اكل رجيم بقى مية في المية وصح مية في المية وحاجات كده فانا هعمل له الستريبس ده والبطاطس المحمرة بقى وكاتشاب وكايزر وعيش في ولا عيش فينه وتاني وما ينزو الحاجات دي اللي بتخلي السندوتشات خطيرة او يعني بتحليه كده كأننا بنكل بر تمام بس انا والله مش هاكل من الاكل ده خالص هخلص له هو اكله وهنشوف بقى ايه اعمل انا اكلي انا وهوريكوا طريقة للسمك خطيرة خطيرة واعرف واقول لكم برضو الحاجات اللي دايما بقولها لكم اشتريه ازاي طبعا بما ان رجيم يبقى سمك ما شوي اروح بقى شوي عند الراجل وعطل الدنيا او بيكون عندي وعايزة شوي او اجيبه من عند الراجل مهري ومش متنظف كويس ومش مخصول كويس لا السمكاية لازم تكون نشفة والنخشوش بتاعها احمر والعينها مفتحة وكده السمك ده عندي في التلاجة ايه من اول امبارح فما جاش فرصة ان انا اعمله طلعته كده غسلت وشلت الدل بتاعه عشان ما يلزقش مني في الصانية ومالوش لازمة هو بس يعني يلزق ويبقى غسيل وخلاص تمام بروح قصب المقص واروح ايه طبعا السمك انا غسلة كويس جدا فتح النخشوش وغسله وبفتح بق السمكية تحت الحانة فيه عشان لو في طينة ولا حاجة في النخشوش بتاعه يروح نازل تمام عندي الردة دي في التلاجة بروح جايبا انا بعد ما خلص روح حطها في الكيس وربط عليه كده وشايلها في التلاجة انا بحبش والسمك في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة ولا دخان ولا زروطة ولا اي حاجة بحطه في الصانية ودخلو تحت الشوية زي ما حضراتكم شايفين كده شايفة يا ست الكل ولا مهري ولا مفاعص ولا ناشف في السوى ولا حاجة خالص بقلبوا بقى بعد حوالي خمس ست دقايق وهروح كيام رجعها تاني على ما يستوي تعالي بقى نعمل الصلطة اه الصلطة بقى الخضرة انا بحبها بصراحة الطماطم قليلة او ده الصح علشان الرجيم تكون كلها خضار والياف احسن البصل بقى الاحمر ده بيخلي الصلطة جميلة وكمان كله فيتامينات تمام يعني احنا نقلل جدا من الطماطم انا عاملة طماطميتين مش اكتر وهعمل بقى خيارتين بصلاية طم اه بتاع ده خضرة بقى خضرة عايزة اقول لك الشبت مفيد جدا جدا لتنبيت الشعر ايه بيكسف الشعر كده وحواجبنا وورمشنا والشعر اللي هو بقى يطير من قدام ده الشبت حلو جدا جدا في تنبيت الشعر ده بقى فلفل حراء انا عاشقة الحراء يا جميع الحراء مش الهادي ده الحراء اللي هو بتبقى ايه احط لي خمس ست وحدات فلفل كده على الصلطة تمام وهنجيب بقى كل الخضر اللي قلت لك على ده يا ست الكل على فكرة اللي انا شلته ده مش رميته والله العظيم اكلته تمام كله فويد وكله فيتامينات والصلطة لما تبقى كلها خضار ما تبقى لونها اخضر بتبقى فايدتها اكتر بقدو نسبقة وشبت وكسبرة وجرجير كل الخضر اللي بتحطيها على المحشي ده باضافة الجرجير كمان بيخلي الصلطة حلو جدا بتبقى كلها الياف وبنملى بطننا يعني انا مثلا البولة ديها كلها مع السمكية شوفي بحسيت ان انا شبعانة جدا على معلقتين تلاتة رز مش عايزة تحطي الرز خالص ما تحطيوش بس انا بصراحة بحس ان الرز بيطعم الصلطة شوية خلاص السمك طلع من التحت الشوية اهو ما خدش عشر دقيق ولا اتناشر دقيقة حطته بقى في الدقة اللي هي ايه اللي هي التوم على الفلفل على الكمون والملح واللمون وشربته كده زي ما انت شايفا كده وجبنا بقى خلاص الحمد لله نضرب بقى الغداء ده بصي شوية الرز دول طبعا انا مش عاملة لنفسي رز مخصوص لو هم كلهم هيكلوا كنت عملت ايه بقى كنت عملت رز بالتقلية بس انا بس اللي هاكل فايه اي رز معايا وخلاص انا اشرب بقى كباية موية عشان اشبع وطول النهار حطى الازازة دي كده والكباية اشرب منها كل شوية عشان لميت بقى اشر السمك في الكيس ده وبرمته كويس جدا عشان ما يزفرش ريحة الشقة وحطيته فين في الباسكت بتاع الزبالة تمام اخسل بقى الموعين وخليها زي الفل كده ويبقى كده اليوم بتاعنا مشي في صالة اه الاول ودوق وغسل اسنان صالة ترويق سرير فطرنا شربنا القهوة عملنا الاكل والحمد لله اكلنا وابني بقى دعوله يعني ربنا يكرمه كده ويخلص ايام الجيش دي على خير والله بيبقى واخد قلبي وهو ماشي كده يا رب يحفظه هو واللي زيه ويرجعه يعني كل واحد يرجع لمامته بالف مليون سلامة قوله امين ويا رب ايام متعدي على خير تمام ده بقى شوية اريال كده اي مسحوق بحطه كده شايفين الفوطة انا لازم كل مرة نبه عليكم قلقوا ياني لازم استدت والله بتتعرف من حاجات كتير من ضمنهم الفوطة بتاعة المطبخ تفضل نظيفة ومزيقة ورحتها حلوة وتبقى ايه في ناس كده تمسكي من عندهم فوط المطبخ ايديك تبقى مزيتة كده اعوذ بالله دي ناس طبعا يعني عايز اقولك لا مش معلش لازم ننظف الفوطة بتاعتنا بصوا بقى المطبخ بقى زي الفل والبوتجاز كمان واسعافنا كده وعملنا انجزنا بسرعة المطبخ رائق جدا اهو ما جبتو الكوش بقى بالتفصيل البوتجاز كان نضيف وما استخدمتوش غير وانا بحمر بحط بقى فوط كده لما يكون البوتجاز نضيف احط الفوط كده في حوالين اللاية يقوم ما ينزلش علي حاجة تعالوا بقى معنا ايه لازم نشرب حاجة حلوة هو يعني مش انا حطيت المنجة دي كانت عندي في الفريزر كنت جايب بقى ابني جايب لي كارتونة فايه كاتلة لقاها طرية روح حطها في كيس وحطها في الفريزر بتبقى حلوة جدا طلعتها بقى ركنتها شوية كده عشان مجمدة وحطيت السكر وضربتها في الخلاط حلوة جدا جدا عايزة اقول لك يا جميلة يا امر يا ما تنسينيش بقى يا حلوة انت ربنا يا جزيكي كل خير ما تنسونيش بالدعم اه ادعمونا بقى باللايك والاشتراك حبيت اجيب لكم اليوم كله كده شايفين المنجة تقيلة وجميلة وبتبقى طعمها حلوة جدا وحاجة بنلاقيها جهزة في الفريزر ماشي يا حبيبة قلب ميرفت اشوفكم على الف خير ما تنسونيش زي ما قلت لكم يا حبيبي وجزاكم الله كل خير من الدعم ادعمونا باللايك والاشتراك كانت معكم ميرفت من يوميات لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسيبكم يا حبيب قلب وعيون ميرفت في امان الله ما تنسونيش في دعوة حلوة يلا سلام اشتركوا في القناة